كولر إزاي هيبدأ هذه المباراة وإزاي هيتعامل مع الألعين الإماراتي؟ فريق قوي والسكوات بتاعه عالي جداً وفريق لا يستهن بي على الإطلاق صحيح 100% لديها عيوب كثيرة ولكن لديها قوة هجومية كبيرة فعليك أن تبدأ بالتركيز التركيز العالي لأنه لا مجال الهفوات الدفعية التي سقط فيها نادي الأهلي في مبارتين السوبر الإفريقي أمام نادي أزا مالك الأولى ومباراة السوبر المصري تحديداً مباراة نهائي أمام نادي أزا مالك أيضاً المباراة الثانية المباراتين لقدروا نحدد عليهم قيمة الأهلي الفانية في بداية موسم كروي مليء بالإزدحام سواء كان بدايته عالمية مع الانتر كونتنينتل أو كأس العالم للقارات للأندية أبطال القارات وده هيكون دور تاني بالنسبة لأهلي كونه معفى من الدور الأول اللي واجه فيه العين الإماراتي أوكلان سيديا النيوزيلاندي لكن ما وصلش للنهائي النهائي بتاعريال مدريد رأى مستاني فيه الواحده بطل القارات الأربية ليس قدامه شوية الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش إنه مستاني في الفاينل لكن مين هيروح لبطل أمريكا الجنوبية زي ما بسانت هانم قالت والقادم من كأس البرتادورس بطل أمريكا الجنوبية وفريق باتشوكا المكسيكي اللي هو موجود منتظر من يأتيه وغالباً يكون نهائي برازيلي خالص في كأس البرتادورس على إثر مباراة الذهاب والنهاردة الفجر بالمناسبة فيه مباراة العودة في كأس البرتادورس كده كده نستنى ناخد الخطوة بخطوتها مباراة النهاردة مباراة مهمة تفوز تبقى بطل أسيا أفريقيا أو كينوسيا شكل مختلف لبطولة في عام 2000 أفتكر وكان المفروض زمالك يشارك فيها ولم تقام هذه البطولة أو لم تفعل فعلاً بعد وضعها الأهلي محتاجها هذه البطولة لأنها خطوة مهمة بالنسبة لمشوار النادي الأهلي سواء كان في البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا اللي هو العين عليه بعدما تم استبعاد بطولة الدوري السوبر اللي كانت برعاية أوروبية بشكل مختلف من أجل التجربة فن بقيتش موجودة خلاص لكن الفيفا بينظر لمصر بشكل مختلف حتى المباراة دي هتكون فيه أستاذ القاهرة بعد نجاح دوري السوبر واستضافة مصر لهذا الحدث وإيه الشركات الأوروبية اللي كانت بتتلم عن هذا الأمر فنياً الأهلي قادر على الفوز بهذه المباراة العين الأمراكي عنده قدرات هجومية جبارة وعنده نجوم كمان عنده نجوم ومتوسط المبالغ المادية اللي بتقادم لهؤلاء اللاعبين أعلى تاريباً أكثر من كتير يعني مبدأ كبير شافح سيبه يعني مبدأ كبير يعني فيه فجوة ولكن واقعياً كروياً لعبت الأهلي أعلم يعني بالكورة بالفنيات بالعقل الكروي الأهلي أعلم كتير عندهم أخطاء دفعية عندهم أخطاء دفعية بالجملة أيوا إيه هي بقى الأخطاء الدفعية وعايز أعرف يعني في ظل النجوم الموجودين دول هل الأهلي هيدافع هيلعب دفاع كولر هيستخدم العيبة بتاعته دفاع أكتر هيبتدي المباراة زي لا يمكن أن يلعب دفعياً بشكل صريح ليه بقى؟ لأنه في السادة القاهرة لأنه في ضغط جماهيري لأنها مباراة واحدة فيجب أن يديرها بذكاء مشكلة مرسيل كولر في المباراة الوحدة يعني دايماً في المباراة اللي هي نوك آوت خروج مغدوب من المباراة واحدة ما فيش تعويض في السادة القاهرة فبتحس أنه الأمر بالنسبة له معقد نسبة له أو إدارته المباراة ممكن تفلت منه على هفوة فنية في مثل هذه المباراة استغلال أنصف الفرص هجومية نازم أن تضغط هجومية لأنه زي ما بقول عن أنه الأمر التي عنده قوة هجومية جبارة بما فيها كاكاو هذا لعب البرازيلي المحترف فيها تشكيلة أو سوفيان رحيمي طبعاً اللعب المغربي ماتياس بلاسيوس أو محمد عباسي هذا لعب الإماراتي الجنسية رباع هجومي تقيل جداً موجود في التلتئة الهجومي لكن عنده مثلاً خليد عيسى الحارس من الحراس اللي ما عندهمش قدر على تعامل مع التصيبات من بره بشكل كبير واستقبل كتير من الأهداف في هذا الموسم سواء كان محلين أو أسوين في دورة أبطال أسيا حتى وإن توج بدورة أبطال أسيا الموسم اللي فات إلا أنه حارس مش بالكفاءة العالية مع تزديدات إمام عشور إن استغل هذه الإمكانية هيكون عنده قدرة جبارة مروان لما بيقرر أنه يسد حسين الشاحات لما بيقتم على جوة زي محمد صلاح كده مع خلاف التشبيه وإنه ياخد القرار بالتزديد أو برسي تاو إن بدأ هذه المباراة في الجهة العكسية التزديدات هتكون حل من الحلول لأ أوبشن فني جبار